بسم الله الرحمن الرحيم ودرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديه سواء السبيل لقد فر النبي موسى عليه السلام من مصر إلى مدينة خائفا من فرعون وبطشة فكان القرار رحية إعداد الله ليقود قومه في المستقبل ليتحرروا من فرعون وحكمه جائر وليتحمل اللبوة وما تحمله من مسؤوليات ومهام جسام تتقلب صناعة القائد المضحي والمدبر وطويل النفس والعارف لأوضاع مجتمع فكان من الألقى في مرحلة مطاردة من قبل فرعون وجراوزة تربيته على التضحية وتحمل المسؤولية مرورا بالخوف والغربة والظروف السيئة حتى أنه عليه السلام رعي الغنم عشر سنين وخالط الناس بشدة طبقاتهم الكادحة والمستضعفة أن يكون نبي الله موسى عليه السلام مطاردا فهذا يعني أنه كان مقبلا ومختارا لحياة تتميز بعدم الاستقرار وبالترقب والحذر والخطر تاركا الحياة بمنذاتها الدنيوية وراء ظهر ومعلنا مرحلة مستمرة من الجهاد واللضان حتى تحقيق الأهداف الإلهية لمهضته وأنه في ضد هذه الحمل الأمنية الشرسة على شبابنا فإن المسؤولية على الأطراف الدينية والقوى السياسية والمجتمعية وعموم الشق قد أصبحت جسيمة لاحتضان هؤلاء الثوار المطاردين وتوفير المسكن والمأوى لهم لأن نجاح النظام في الوصول إليهم يعني افتقاد الساحة للرقم الاحتجاجي الأصعب والأكثر تأثيرا على النظام الخليفي المجرم لقد صلت مكتب الشهدين المجاهدين الضوء على قضية شبابنا المطاردين والذين أظهر النظام محشية في استهدافهم تؤدي الاستشهادهم ونستذكر هنا كيف نال الشهيد عريل بصري شهادة في خدمة أخيه الشهيد محمود العرار حيث جسد ذلك أسمى حالات التضامن والدعم والاحتضان وإن شهادتهما تحملنا مسؤولية عظيمة وهي قضية المطاردين والملاحقين ووجوب احتضانهم ودعمهم وإواءهم من قبل المجتمع والجماهير لكونهم من أبغز الفئات المضحية في المجتمع والذين لعبوا وما زالوا يلعبون دوراً أساسياً في استمرار الثورة المباركة ضد نظام الخنفي الفاقد الشرعي إلهي وكم عبداً أمسى وأصبح خائفاً مرعوباً مشفقاً وجداً هارباً قريداً قد ضاقت عليه الأرض برحبها لا يجد حيلة ولا منجى ولا مأوى اللهم فآمن شبابنا الثائر المقاعد واحفظهم من كي الظالمين وداوي جرحانا وفك أسرانا وارحم شهدائنا تيار الوفاء الإسلامي عضو التحارف من أجل الجمهورية 27 أغسطس 2013 أفلح المسل على محمد وعالي محمد اشتركوا في القناة